ونبقى مع الأزمة السورية وفيها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن مقتل 16 شخصاً في مدينة مضايا بريف دمشق في سوريا منذ دخول ثلاث قوافل مساعدات إنسانية وطبية قبل نحو إسبوعين هذا وأرجعت المنظمة الدولية السبب في حدوث ذلك إلى الحصار الذي يمنع وصول الإمدادات الإنسانية والطبية للمدينة كما حثت المنظمة الدولية الأطراف المتنازعة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات الحصار على إيجاد آلية فعالة تؤسس لتواجد طبي فوري دائم ومستقل في مضايا يساهم في تخفيف المعاناة عنها